موسيقى هو احد رموز حقبة الثمانينيات بادائه الساحر وتفانيه واخلاصه داخل الملعب مما جعله الجناحة الطائرة للأهل بامتياز موسيقى بدأ كابتن حمد ابو راضي مسيرته الكروية بالنادي الاهلي عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين ليسجل اسمه بحروف من ذهب رفق تجيل ضم العديد من الرموز والأساطير من أبرزهم الكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى عبده والكابتن ثابت البطل والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن مختار مختار والكابتن ماهر همام وغيرهم من الأساطير وخلال مسيرته الممتدة منذ عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين عام تصعيده للفريق الأول حتى العام الف وتسعمائة وتسعين سهم ابو راضي رفقة أبناء جيله في تحقيق خمسة دوري وستة كأس مصر واثنين دوري أبطال إفريقيا وثلاثة أبطال كؤوس إفريقية خلال فترة تواجد أبو راضي داخل جدران النادي الأهلي لم يبخل بقطرة عرق حيث سخر مجهوداته لخدمة تراب الأهلي وتحقيق الإنجازات وصناعة المجد ليسجل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات من صنعوا الأمجاد داخل الأهلي حمد أبو راضي دمت رمزا للعطاء وانعكاسا للأهلاوي المخلص بامتياز زهير الطائر بك بدرجة هداف الحقيقة نجم كبير من نجوم التمنيات في النادي الأهلي كابتن حمدي أبو راضي دفنا النهاردة في السادسة أهلا بيكو شرفنا وسعداء بوجودك معنا رغم أنك أنت يمكن ما بتظهرش كتير بس إحنا سعداء إن إحنا نقول شرف استضافتك النهاردة في السادسة أهلا بيكو جميعا طبعا ومشكل الإصدافة النهاردة وأنا مش غريب عن المكان طبعا با بيتك كابتن حمدي وكل سنوان طيبين جميعا ويا رب الجميع يبقى بخير إن شاء الله أنا بس عايزة أخد يعني لقطة كده وانت بتتفرج على طبعا فلاش باك عنيف طبعا مرحلة مهمة جدا ومرحلة جميلة جدا من تاريخ النادي الأهلي وذكرياتك اللي استرجعتها دلوقتي أكتر حاجة جات في دمائك وانت بتصوف اللقطات دي الحمدي يا برادي في الملعب والله يعني دي رجعتنا بالزمن الجميل والعيبة الأدام الزمايل الأدام كلهم بوقتي الحمد لله كان كله في بطولات والدنيا كانت مساعدة الواحد والجماهير طبعا في الملعب بساعدانا كتير ويا رب الآيام دي تعود تاني يعني إن شاء الله إن شاء الله دايماً الأهلي نفرح جماهير وكابتن حمد دايماً لسه بنحتفل بالعشر هو إحنا دايماً يعني كاسمة في لعبة النادي الأهلي على مدى الأسور إن دايماً بيحمل هم الجمهور إزاي يسعد الجمهور بتاعه هو ده رقم واحد عندنا يعني فالحمد الله يعني برضو على قد ما بنقدر أديمه جديد أسعد جمهور النادي الأهلي بس ده جيل كان جيل عمالقة يعني كلهم أسمائك ما شاء الله يعني أنت لعبت مع كابتن خطيب مع كابتن مصطفى عبده مع كابتن علاء عبدالصادق مع كابتن مجد عبدالغاني صح؟ مش عايزة نسحد طبعاً أسمائك كلهم يعني نجوم كبار جداً الفضل من عند ربنا طبعاً أنا عصرت من أول كابتن مصطفى يونس كان كابتن النادي وبعد كده كان كابتن مصطفى عبد وكابتن النادي كابتن الخطيب كابتن مختار وكابتن مير همام وكابتن رمضان السيد أنا بذكرك بالأسامي الكبيرة طبعاً كلها أسماء محترم طبعاً إحنا كل الصغيرين ولولا وجودهم ما كناش وصلنا اللي إحنا فيه دوت يعني حمد الله أول مطش ديك معناتي لأهلي فكره؟ أه طبعاً فكره أه يمكن أول مطش ليا كان مطش الترسانة لو فيه جولن كنت بلعب باكليفت ما كنتش بلعب باكرايت أصلاً أساساً أه باكليفت أه ويمكن ليه وقع مطش الترسانة دوت لو الكاميرا كانت جابت الكابتن جوهري وكابتن زيزو وهما بيتحكوا لما أنا جبت الجولن فالناس مش عارفة وما بتحكوا ليه؟ السبب يعني كان الكابتن جوهري الله يرحمه الله يرحمه كان بيسأل الكابتن أحمد ماهر دايماً بياخد رأيه يعني آآ عايزين نلعب حمد النهاردة أو نلعب قصام عرابل النشئين اللي كن لسه طلعين صغيرين آآ فقال له في مطش الترسانة دوت عايزين نلعب حمد النهاردة إيه رأيك؟ قال له لأ بلاش بلاش يعني آآ الكابتن ماهر اللي ارحمه كان دمو خفين بس بيخاف يتحمل مسئولية آآ فالمهم الكابتن جوهري برضه هو بياخد الرأي اللي في دماغه وفي دماغه يعني ولعبني المطش وجبتي بقوله والحمد لله أعملت مطش كويس فلما جابت الكاميرا بقى كابتن جوهري وكابتن زيزو بيبصوا لبعض ويتحكوا على الكابتن ماهر كان عندنا حق آآ كان عندنا حق آآ خليني قبل ما أتكلم معك في الكرة شوية آآ أطمن بس على حالتك الصحية لأن أنا عارف أن يعني أنت مريت بفترة صعبة كده فتطمن آآ آآ جماهير النادي الأهلي على صحتك وتقول لنا أخبارك إيه دلوقتي؟ والله الحمد لله على كل شيء ربنا أعداء على خير يعني والحمد لله الأمور تمامة أنا أول ما شفتك كابتن حمد قلت لسه ما شاء الله لسه فورمة ما أنا لا أنا جاهل عماتة نلعب فيه وقت تنور الدنيا دايما كابتن حمد حقيقة النجمة العشرة وبطول الدوري الأبطال إزاي تابعة الإنجاز خصوصا إن إحنا في مرحلة يعني من أول ما تولى ميستر موسيماني بنتكلم على فترة تقريبا أقل من ثمان شهور بحاجة بسيطة الأهلي حقق إنجازات كتيرة جدا دوري الأبطال النجمة التاسعة ودي كتليها طبعا طعم خاص جدا وصولا للنجمة العشرة وما بينها وما بقى كاس سوبر ودوري وكاس وبرونزية العالم إزاي شفت الفترة دي أو تقييم كابتن حمدي أبو ردي للفترة دي إزاي؟ هو الفترة دي طبعا آآ 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 آ هي السمة دي موجودة ان هما بيلعبوا على البطولة المطش الدقيقة 90 زي الدقيقة 80 زي الدقيقة 95 الآخر نفس بيحسن وانا كان عندي ثقة كبيرة جدا يمكن كنت ايه الميديا انا ما بتبعهاش ومبحبهاش قوي يعني اه كانت بتصدر ان الموضوع صعب والبطولة العشرة صعبة وبتاع انا كان عندي ثقة تامة لدرجة ان انا ما اتفرجش على المطش مطش النهائي المطش النهائي بس انا متأكد ان احنا ان انا هكسب والله ما اتفرجت على المطش بس عندي ثقة قبل ان هنكسب المطش واناخده البطولة وهو اللي حصل يعني بعد المطش حتى ببعت خالص عن اي اه وسيلة ان انا اسمع لان دايما بقى استنى بنتي هي بنتي متعصبة او بقى هي اللي تقول لي اهه فتيجي تشرحلي بقى اه حصل كذا 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 وكسبنا وبتاع فا اه كدفترة صعبة طبعا انما اه الحمدلله ربنا قدها على خير اه النادي اه واللعيبة ادوا اللي عليهم واسعدوا الجماهير وان شاء الله يا رب اللي احنا طمعين سواك العيبة او جمهور ده او في نفس اليوم كان بيقولك الحداشر اهidence فنفس اللحزة هي انتهت خلاص. فبيتفكر في الحداشر. وآآ انا بطمن الجمهيري النادي الاهلي. اهآآ على صيقه تمه ان الدوري اهلاوي. فعلا. طب انت فتحت موضوع دوري بس انا قبل ما اتكلمك في الدورية ان الدوري عندي فيه كلام كتير وعايز اتكلمك كمان عن المواهب لان انا عارف انك انت كنت في اللاجنة فنية المسؤولة عن اكتشاف المواهب بس خليني الاول اسأل كابتن حمدي عن الفوارق اللي موجودة بين الجيل اللي موجود دلوقتي والجيل بتاع كابتن حمدي يا بورادي شايفي فرق بين اله ودايما اجيال الاهلي بتدخل يعني بيبقى في مقارنة بينه ومن بعض ودايما اجيال الاهلي تعرف الاهلي بينفس نفسه يعني دايما الارقام القياسية اللي بيحققها جيل بيجي جيل اللي بعده ويشتغل عنه يكسر نفس الارقام اللي حققها النادي الاهلي قبل كده شايف فيه فوارئ بين جيلك وجيلي الموجود دلوقتي؟ هو ما.. هنقول العامل المشتركة أي لاعب في النادل أهلي هو مش أي حد يقدر يلعب في النادل أهلي تحت ضغط جمهوري النادل أهلي ومتطلبات النادل أهلي نادل بطولات كون أنك أنت لعيب بقيت لعيب في النادل أهلي خلاص السمات بتاعت النادل أهلي يبقى اتواجدت فيك السمات المشتركة أن دايماً لعيب النادل أهلي بيلعب على الفوز معنى الخسارة أولاً مش موجودة ومحاج بيفكر فيها التعادل بالنسبة لنا خسارة بتبقى خسارة الفرق بين الجيلنا والجيل دلوقتي هو فرق زمن مش مش فرق إنما ككورة وكفكر وكخطوات بتتم واحدة الزمن بتاعنا يمكن البطولات ما كانتش كتير يعني الدوري هو الدوري كم بطولة كابتن حمدي مع الأهل؟ أنا يعني من الفترة من واحد الثمانين للتسعين آآ تلاتة آآ أبطال كؤوس آآ واتنين أبطال آآ دوري والدوري آآ وكاس مصر مش فاكل بس إحنا دايماً يعني أنا مش فاكل إنا خسارة اللي إنت حققته في التسعة مواسم دولة كابتن حمدي آآ أكتر من من اللي حققته آآ تسعين في المية تقريباً خمسة أو تسعين في المية من قدية أفريقي وبتقول عليها بطولات مش كتير؟ آآ ما أقول لحضرتك اللي إن وقتها ما كانش فيه بطولات لا فيه بطولات عربية ولا كاس عالم أندية آآ إحنا لو كان الوقت دوت فيه كان هيبقى نفس المعدل اللي موجود دلوقتي آآ دلوقتي البطولات آآ كتيرة عن عن الوقت بتاعنا الوقت بتاعنا يمكن آآ برضو كان عندنا أريحية أولاً دوري منتزم كان وبعدين فترات المباراة الدوري طويلة كل أسبوع بيتلاعب ماتش آآ حتى كان فيه الوقت دوت كان آآ بيدي فرصة اللعيبة النشئين واللعيبة تظهر لإني كان ماتش الدوري مثلاً يوم الجمعة يوم السبت بيبقى ماتش يودي علشان الناس اللي ما لعبتش عشان يبقى كله جاهز حتى انت ما كتش وقتها بتلاقي فرق بين اللي بقعد احتياطي او البرة الفرقة وبيلعب ماتش بتلاقي المستوى واحد غير دلوقتي دلوقتي برضو ايه ضغط المباراة كل ثلاثة أيام ماتش الصفر آآ آآ بقى كتير ففيه إرهاق وفيه ضغوطات وفيه وفيه احنا كان عندنا أريحية بس هو كان الزمن بس هو بيعاني فعلاً بيعاني طبعاً بس هو بقى برضو يمكن ربنا بيعني ايه بيجيب كده او بيعود دلوقتي وسائل السفر بقى سهلة طيارات كتير طيارات خاصة حتى خطوط الطيران لأي دولة احنا كان عندنا يعني مرة آآ عندنا ماتش في بنين بنين دي في اقصى افريقيا بعيدة وكننا اول مرة نروحها رجعنا فيها اربع تيام عشان نرجع مصر من بعد ما خلصتوا هناك الهاتف من الماتش خدتوا في الرحلة اربع تيام على مرجعنا والعيد خلص كان العيد الصغير موجود مرحقناهوش احنا رجعنا وكان العيد خلص اه لان ما كانش في خطوط طيارات ما كانش فيه طبعاً من رحلة الرحلة وترانزيت ايه كينيا رقم واحد كينيا المحطة بتاعت لازم وبعد كده ايه تقدر توزع بقى من كينيا تطلع بقى بنين تروح نيجيريا تروح اي حتة في افريقيا فاоاااا انما اه يعني ايه الحاجات اللي ما تنسهاش في رحلة زي دي يعني اربعة يام الفرقة مع بعض جاية من من مطشف افريقيا راجع مصر فتعد أربعة ايام مع بعض في رحلات سفر ايه الحاجات اللي ما تنسهاش في في رحلة واكيد طبعاً دانية كانت صعبة جداً يعني وسائل رفاها ما كادش موجودة الموبايلات بكادش موجودة لا لا خالص طبعا خالص والله ايبو احنا كنا بنعاني اكتر من اه 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 ان احنا كنا بننام في المطارات اه اه يعني في السفر من 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 رحلة رحلة او كان اه وبعدين المكان الوحيد اللي كنا نقدر يعني ناخد دوش ونتشطف فيه اه كينيا تمام لان اي بلد افريقية ما كناش فيها ميا بملاقيش فيها ميا اوغندا كنا بنروح اوغندا كل مطش ممكن يكون الرئيس اتغير انقلاب ورئيس اتغير ب بقولنا في اوغندا نمنى في مدرسة في مدرسة في مدرسة في النادي الاهلي نمنى عالارض نمنى عالارض في اوغندا لان وبعدين كان فيه ضرب نار و يعني القاء اللي موجود في افريقيا ما كانش زي دلوقتي دلوقتي فيه استقرار وبعدين فيه ملاعب الاول ما كانش فيه ملاعب اه مين مين كان بيخاف من الحاجات دي يا كابتن حمدني الفرقة كلين كنا بيخاف كلكم اتخافوا طبعا مين كان بيشجع الفرقة طبعا عشان يعني يسلت ظهرها في موضوع كابتن مصطفى عبدو طبعا كان بيشجع الفرقة بس اول واحد يجري اوه ما يجري بقى لازل ربنا يديله الصحة كابتن مصطفى طبعا اوه يا ربنا يديله الصحة مين اه كان صاحب افشات مين كان اه بيهزر معاكو كتير اه مين دم وخفيف كان في فرقة كابتن حمد؟ شريف عب مين عم بس كابتن مصطفى عبدو طبعا انا طبعا انت عملت مع كابتن مصطفى عبدو حاجة اه يعني جميلة 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 ربنا يديله الصحة يا رب طيب ندخل في الكرة بقى مبارح ماتش كان يمكن اه عصاب الاهلوية فيه يعني جايبة ما اخرها طبعا ظروف صعبة بعد التعادل مع بنك الاهلي الناس جماهير ما كانتش راضية على المستوى وعلى الاداء وطبعا عن نتيجة اه وكان عندنا فرصة نحن نبقى ليدنج في 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 يعني كنقاط لو كسبنا كل المؤجلات وبالتالي ضيعنا ده في البنك الاهلي فبكنش الموضوع مستحمل خسارة او تعادل تاني في ماتش مبارح سيناريو الماتش كان صعب جدا ولغاية اخر اللحظات لغاية الديئة 85 مع جون حسين الشحات جت الناس كلها بتغلي يعني شفت ماتش مبارح ازاي ورأيك في العشر دقائل اخيرة من اه الاداء اللي قدمته فرقة النادي الاهلي بص بكل امانة وكل صراحة انا تفرقت على الماتش لحد الجول بتاع حسين الشحات اتنين 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 وهو احنا مغلوبين اتنين واحد اما تعادلنا واحد واحد مغلوبين اتنين واحد انا السيناريو انا بتفرج كلعيب كلعيب مش كمهور ومشجع وبتاع بتفرج كلعيب وانا عارف ومتأكد كويس لدرجة ان اول ما حسيني الشحات جاب الجون التاني التعادل انا غيرت وتفرجت على فيلم لان انا عارف ان الجون التالي هيجي وهيجي والله العظيم زي ما بقولك كده بقولك الحقيقة ايه اه في اوقات اه 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 متكررة على طول هو النادي الاهلي كده لها بتنادي الاهلي كده عمرها مع تتغير حتى يعني لو جينا بصينا على ماتش البنك الاهلي حصل تعادل فيه انما للاخر لاخر ثانية الحاكم بيصفر والاهلي بيلعب على الاقيبة بتلعب على ان هتحرس جون التوفيق وعدم التوفيق اتا عربنا اسألك سؤال الجمهور بيسأله وانا بسأله وانا برضو انا بتفرج على الماتش بقعد من الجمهور ليه ما بنبتديش الماتشات كده يعني يعني الاداء والروح والاسرار والتركيز اللي حصلوا في اخر عشر دقيق لو الاهلي بيبتدي ماتشاته بيهم بنفس الحالة دي من الديقة الاولى عشان ما نرجعش احنا يعني واحنا خسرانين اتنين واحد كنا الديقة بتعدي علينا هوى كنا يعني السواني اللي بتضيع ولا حالس المرمى لما بيقع يضياء اخده تلاتين ثانية عوالما يقوم تاني كانت الحاجات دي بتوترنا وبتعصى ليه ما بيبقى عندنا خمسة واربعين دقيقة في شرط الاول ليه ما بنبتديش بنفس الحالة دي او الاداء ده من وجهة نظرك هو الموضوع العملية الطبيعية خاص اولا بيبقى فيه فروقات موجودة وحسابات للمباراة يعني مثلا انا ببص نادي الانتاج الحاربي المكانه فين في الجدول والميديا يعني بتوصل حاجات كتير للعيب وساعات اللعيب الحاجات دي بتسيطر عليه ان هو اخر الدوري وهو يعني ايه الموضوع سهل الموضوع سهل الموضوع سهل المستسهل المباراة فبيبتدي سهل انما لما بيخش في الجد بيلاقي الكلام دوت هو ليه سيستم ماشي عليه انما هي برضو هي مش قاعدة هي ساعات بتيجي برضو يعني احنا في الدوري قبل ما نروح للعب مع كايزة تشيبز كنا مكسلين الدنيا يعني الفرقة دي كانت مقدمة عروض في منطقة القوة بتخش مع منافسين من العرى التقيل بتكسب وبتقدم اداءه وسيطرة طول التسعين دقيقة ومطشات بتجيب فيها تلاتة واربعة يعني كان المتوقع بعد ما يبقى فيه نشوة الفوز بدوري الابطال ان احنا نكمل على نفس المستوى ونفس المنوان لكن طبعا يعني تأتي الرياح زي ما بيقولوا بما لا تشتهي السفر هو برضو فيه يعني ايه يعني جانب او نقطة صغيرة بين المطشات الافريقية والدوري مطشات الافريقية اه يمكن بنلعب النهائي او قبل النهائي مطشين فبتبقى ايه مفيش فرصة يعني اه هنا زي برة مفيش فرصة فبلعب بكامل قوتي من اول ثانية الدوري خليني نروح لفاصل سريع وهارجع كمل كلامي معاك عن الفرق بين بطولة افريقيا والدوري بس بعد فاصل سريع كابتر حمدي ونرجع نكمل كلامي اشتركوا في القناة